بدأت شخصيات معارضة في الجزائر اتصالات ومشاورات فيما بينها لتقديم مرشح واحد عنها للانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو عام وذلك لمواجهة مرشح السلطة الذي لم يظهر بعد رسميا ووفق المشاورات ستكون مهمة مرشح المعارضة قيادة البلاد لولاية رئاسية واحدة يقوم فيها بالإصلاحات الديمقراطية الملحة ثم يغادر السلطة لتحقيق تداول سلس للسلطة في البلاد وتلقى فكرة المرشح الواحد للمعارضة الجزائرية بعض الرواج على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أجرى ناشطون سبرا للأراء بشأن الخيال الذي يفضله الجزائريون إذا كان مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو تقديم مرشح واحد وحظي المرشح الواحد بأغلبية الأصوات الحراك الجديد للمعارضة المنقسمة على نفسها طيلة السنوات الماضية دفعت قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قيد صالح إلى هجوم شديد اللهجة ضد أطراف وأقلام وصفها بأنها بدون ضمير تعمل على الإساءة لصورة الجيش وتستغل بحسبه وبشكل مغرض أقلام لم يسمها لتشويه صورة الجيش والإساءة للمؤسسة العسكرية وهما جعل النقاش الجزائري يتفاعل بشكل كبير خصوصا أن تصريحات قائد الجيش فهمت في سياق تجاذب بين المؤسسات الأمنية خصوصا الجيش والاستخبارات التي قد تكون ساهمت في تحريك جوانب من الموضوع الرئاسي في الإعلام لأغراض سياسية وتنافسية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد وهو التنافس والصراع الذي كثيرا ماطف على السطح وحمل الخطاب الأخير لقائد صالح خلال جولة استطلاعية قادته إلى المنطقة العسكرية الجنوبية في الصحراء رسائل سياسية مشحونة باتجاه عدد من الأطراف التي يعتقد أنها تحاول أن يكون لها تأذير من خارج المؤسسة العسكرية ولعب دول في المشهد خلال المرحلة المقبلة عبر استغلال معطيات داخلية مختلفة وعلق قائد صالح على حراك العسكريين المتقاعدين الاحتجاجي مشددا على أنه ليس من مصلحة الجزائر أن تعمل بعض الأطراف دون حس ولا ضمير حسب وصفه على توريط بعض المتقاعدين من العسكريين وتوظيفهم لأغراض لا تخدم بتاتا مصلحتهم ولا مصلحة البلاد ترجمة نانسي قنقر